السلام كانت من أنكم تكونوا بخير مرحبا بكم في فضل فيديو جديد اللي غنهضروا فيه إن شاء الله على كيفاش تدير كابيني ديالك سيغتروا لو كانت عندك ليسونس في لابيوروجي واحد الحاجة اللي مهمة و اللي خاصكم تعرفوا مني كنقول كابيني فما كان قصدت انكم غريت تديروا الدور للطبيب لا إنما غريتكون احد الكابيني دو سيرفيس اللي غريت قدمو فيها خدمات اللي غريتين شوفوه إن شاء الله كاملة ان دي طايم من بعد نتمنى أنكم تباط أجول الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش هكا كل شي ستفد و شكرا لكم بساف أولا شنو الشروط اللي خاصها تكون توفرة فيك باش تقدر تحل كابيني الشرط الأساسي والأول هو تكون عندك ليسونس في لابيوروجي و كيف ما كانت لا فيلياغ ديالك سواء الفرماكولوجي سواء الديفلوبمون دي بلانت سواء الفيزيولوجي أنيمال كيف ما كانت هذه الفيلياغ اللي خديش فيها الليسونس ديالك حيث احنا عارفين أنه عندك تاخد ليسونس أكدير واحد الفيلياغ في العام التالج وبالضبط في الاستيث اللي كتقرأ فيها واحد تخصوص المعين اللي كتكون شاح فيها او لا اللي كيكون في الفاكولتي اللي كتقرأ فيها موقع من بعد ما كتاخد ليسونس ديالك ما كيهمش أصلا النقطة فمن الأحسن من الأحسن أنك ديال فورماسيو ديال شي حاجة اللي عندها علاقة بهد آآ يعني اللي عندها علاقة آآ بهد الكابيني اللي بغيت ديال نعطيك مثال ممكن أنك ديال فورماسيو اللي آآ تعلم فيها او اللي غتقرأ فيها يعني المستقبل ديالابيولوجي في المغرب ولا في العالم كامل كيفاش ممكن أن الواحد يكمل آآ دراسة ديالو في يعني في الابيولوجي في شي دولة آخرى وهات شي كامل ولي زيطاب ديالهم وممكن أنك ديال حد كابيني ديال اللي كونسلتاشون يعني استيشارات ناس كي جيوا كي بريكم نقاشهم على براؤس يختوفوا في الابيولوجي وأولا في الدفلية آخرين ما كيكونوش عافين كيفاش يديرو كيفاش يتسجلو ووشنا هم اللي زيطاب اللي خاصهم يديرو ممكن أيضا أنك ديال كابيني ديال اللي بخوديكسون ديكوسموتيك اللي بخوديو فارماسوتيك هاد اللي كابيني سواء انك دير يعني انت اللي تتصيب هات شي وتكون انت هو الفورنيسور او لا انك لك فقط انك انت دير عندك ستوكاج يعني تخزين ويعني تكون دير شاركات مع ناس اللي عندهم محالات وهذا وكي ديرو عندك تخزين وانت شنو الدور ديالك تكون الدور ديالك انك تتقابل يعني التاريخ يعني اللادات ديال الصلاحية ديال هاتوك البخوديوية تقابل البخوديو اللي خاصين والبخوديو اللي باقين يعني كت اوغانيزي الستوك ديالك ممكن ايضا انك دير كابيني خاصة كتقرأ بها غير لزاناليز ميديكال مثلا بزاف ناس كدروا تحليلة مثلا بتيبوا يعرفوا اش عندهم سكر وليلا فبني كمشوا لابواطوا وكيدروا هاتك تحليلة فما كيعرفوش يقرأوها فممكن انك انت ديرها الضوغة غير على سبيل المثال كنين بزاف للتحليل اخرى مثلا الناس اللي كيتبرعوا بالدم وكيعطوهم وحد ناس يجدلوا هاتك تحليلة اللي معينة فايضا ما كيعرفوش يقرأوها ممكن انك دير كابيني تقرأ الناس يعني تحليل طبية ديالهم اه بوحت تامن اللي غيكون تمام طبية حان نقص على التامن ديال الطبيب وهكا غد يفضلوه الناس وعد اخيرا هو انه لك انت فارماكولوجي يعني عندك الليسونس فالفارماكولوجي فراه ممكن انك تلقى شي وصفة طبية في الكابيني ديالك وتبيعها لشركة ديال الادوية وهات دومين مطلوب ومطلوب بزاف والاهم من هات شي كامل هو انه قليل وقليل في المغرب اني كنقول قليل في المغرب فهدي حاجة مزيانة بالنسبة للشباب وللناس اللي عندهم افكار وخصم فقط انهم يأبريكوها على ارض الواقع